هنتكلم عن مجموعة من الأخبار المهمة الفترة اللي جاية في تركيز على تحقيق إنجازات تسعد وتردي الجماهير أعضاء النادي وجماهير وتغير من شكل الأداء والنتائج للأفضل وبدأت المؤشرات الحمد لله من المباراة اللي فاتت ومن التعاقدات اللي بيعلن عنها سواء التجديد لبعض الأسماء المؤثرة والمهمة جدا بإجماع الأراء وإنهاء أي مشكلات ممكن تعطل الاستفادة بطاقة أي لعب مهم زي مؤمن زكري على سبيل المثال اللي بالفعل تم تجديد تعاقده بعد جلسة جماعته مع الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة ومن خلالها تم الاتفاق بين الطرفين وأكد كل طرف على تمسكه بالطرف الآخر في الاستمرار وفي العلاقة الطيبة جدا اللي بتجمع اللاعب بناديه واحترامه وتأكيده على حبه للنادي الأهلي وانتمائه لهذا الكيان العريق وأيضا تأكيد مدير الكورة وجلسته من أجل وضع التصور الخاص بالتعاقد وفترته وقيمته وكل التفاصيل الاحترافية لمعروفة لحضراتكم طبعا إنها أيضا رأيه اللي بيمثل النادي الأهلي والمسؤولين فيه إن مؤمن لعب متميز فنيا وإضافة كبيرة استمراره مع الفريق وتمسك النادي بلعبه والبحث عن الأفضل لمصلحة الطرفين كمان التعاقد مع لعب شاب زي محمد محمود وأسماء أخرى قادمة إن شاء الله فيه اجتهادات كثيرة جدا سواء في المواقع أو وسائل الإعلام الرياضي كل ده اللي بيحسمه هو ما يعلن عنه رسميا عن طريق النادي الأهلي لأن احنا تعودنا في الفترات اللي زي الفترة دي بيكون فيها الإنجاز بيعلن عنه بعد إتمامه وبعد الانتهاء منه بشكل فعلي والعمل بيجري في كتمان وفي سرية تامة النادي كان اتفق على إن سيناريو هذه المرحلة حيجمع كل من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وإن هم اللي بيتولوا وضع السيناريو أو الرؤية والتصور الخاص بهذه المرحلة وعلاج أي قصور خاص بمنظومة كرة القدم في النادي الأهلي والبحث عن أفضل الحلول في الفترة الجاية كمان فيه تصريح مهم جدا لمدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ قال من خلاله إن النادي الأهلي عنده رؤية وأولوية قصوة وهي بناء فريق للمستقبل ممكن ينجز ويحقق نتائج طيبة جدا محليا ودوليا لسنوات قادمة إن شاء الله والنزول بمتوسط أعمار الفريق ومعدل أعمار اللاعبين وإيجاد فريق شاب وبطل في نفس الوقت وعنده حصيلة من الخبرات تمتزج مع قدرات الشباب في الفريق لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لكن وأيضا الكلام لسه على لسان مدير الكرة في النادي الأهلي إنه ده لا يتنافى مع فكرة إن النادي الأهلي دائما أبدا حتى في فترات الإحلال والتجديد لا يتنازل عن رغبته في المنافسة على كل الألقاب والبطولات اللي بيشارك فيها وبالتأكيد البطولة المحببة والمفضلة لجماهيرنا الدوري المصري عشان كده المعادلة الصعبة هي تجديد الفريق وتحسين الأداء والنتائج والنزول بمعادلة الأعمار أو متوسط أعمار اللاعبين وبناء فريق شاب يستطيع أن ينافس للسنوات قادمة محليا ودوليا مع عدم اهتزاز النتائج إن شاء الله في الفترة الجاية ومع تميز الأداء والحفاظ على القدرة على المنافسة والحصول على الدوري العام المصري هذا الموسم إن شاء الله هي دي المعادلة الصعبة وهذا الأمر اللي تحقيق الهدفين بشكل متوازي أو في نفس الوقت بيكون طبعا أمر بالغ الصعوبة